ازاكم شباب عاملين اي انا ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية مجانية المنحة دي موجودة في دولة روسيا المنحة مقدمة من جامعة كمان بتوفر لك راتب شهري يبدأ من اربعين الف روبل المبلغ ده كبير جدا لو انت جيت تحسابها لو انت عايزت عايش في روسيا المبلغ ده كبير وبقول لك ان هو بيبدأ من اربعين الف روبل كمان مش بيكون طالب منك شهادة اثبات لغة انجليزية فيها العديد من التخصصات المختلفة كل ده هنتعرف عليه من حيث التفاصيل ومميزات وشرح طريقة التهديم على منحة جامعة سكولتك خلال الفيديو بتاع النهاردة دكتور المنح ماريو جميل لا تنسوا دعمنا بلايك وشير واشتراك بالقناة لمتابعة كل ما هو جديد ازاكم شباب مرة تانية زي ما قلنا ان احنا نتكلم في الفيديو ده عن منحة جامعة في دولة روسيا وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التهديم خلينا نعرف مع بعض يا هي مميزات وتفاصيل المنحة دي ويريد في نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكراك واشتراك في قناة فعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنحة بالنسبة لتفاصيل المنحة بتاعته النهاردة فالدولة المستضيفة زي ما ونه روسيا والجهة المنحة واسم الجامعة هتدرس فيها هي جامعة اسكولتيك خلي بلاك ان الجامعة دي من افضل الجامعات الموجودة في روسيا المراحل الدراسة بالضغطة لك المنحة دي هي الماجستير والدكتوراه لغة التدريس في المنحة دي هتكون باللغة الانجليزية يا انا حضرتك هتيجي تدرس في الروسيا وباللغة الانجليزية طبعا يمكن لجماع الطلاب من جامعة انحاء العالم بالاخص جميع الطلاب العربيل بتفرجوا على الفيديو هم يقدمه على فرصة دي بالنسبة لشرط السن فهو مش بيكون طالب منك سن محدد. كمان بالنسبة لشرط اللغة الانجليزية فهو مش بيكون طالب منك شهادة تثبات لغة انجليزية. يعني لو حضرتك معك شهادة تثبات لغة انجليزية بدي قدر ترفقها له. لو مش معك هيحصل ايه? هم بيعملوا لك اختبار للغة. هم بيعملوا لك اختبار للغة. طيب ايه هو اخر معادل التعديم بالنسبة للناس اللي عايزة تقدم على برنامج الماجستير هيكون اخر ستاشر يوليو عشرين واحد وعشرين. ولكن لو انت بتقدم على برنامج الدكتوراه هيكون اخر معادل التعديم واحد اغسطس عشرين واحد وعشرين. هنا في بعض المرحوزات الهمة لو انت عايزة تقدم على اي منحة دراسية بنفسك. فانت بتتبع خطوات شرحة تفصيل ايه بتقدم على القناة الدكتور بمنح. لو انت عايزة تستفيد من خدمة القناة الدكتور بمنح في التعديم على اي حضرصية او حتى تجهز المستندات او ترجمة المستندات لأي لغة فده بيتم عن طريق ان انت بتملق خاص بنا واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو وفريق تهديمات كنات دكتور المنح بيبدأ يتواصل معك وما تنساش كمان انت تشارك بجروباتنا على فيسبوك او الواتساب والتليجرام لشان تتابع معنا جميع المسابقات والمنح اللي بتنزل لقنات دكتور المنح اول باول وكمان لو انت عندك اي استفسار واي سؤال ممكن حضرتك يهم ما تسيبوه في الخاصة بكل فيديو او حضرتك ممكن تتواصل معنا على الخاصة بين على فيسبوك اسمها دكتور المنح وفريق المساعدات هيبدأ يجاوبك ويساعدك على الاستفسارات اللي انت عايزة طيب بالنسبة للكليات والتخاصات المتاحة واللي موجودة في منحة جامعة اسكولتك بالنسبة للناس اللي عايزة تقدم على برنامج هتلاقيين هنا كاتبهم لك موجودين هنا قدامك تقدر تقرام وكمان هنشوفهم مع بعض على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة لما ندخل عليه هنا كمان بالنسبة للناس اللي عايزة تقدم على برنامج الدكتوراه دي البرامج المتاحة واللي تقدر تقدم عليها وخلي بالك ان كل كلية من الكليات اللي انا كاتبها لك دولة بيكون جواهم العديد من التخصصات والمجالات المختلفة طيب هنيجي ننزل مع بعض هنا المميزات المنحة بتاعتنا زي ما المنحة بتغطي التأمين الصحي. طيب هي المستندات اللى ستكون مطلوبة منك للتهديم على المنحة دي. طبعا انت لازم تملى خاص بالمنحة. هيكون طالب منك صورة من بيان درجات بتاعك لو حضرتك بتقدم على برنامج الماجستير اما لو انت في اخر سنة في البكاليريوس بتاعك عايز اقدم على هتعمل ايه? فانت لازم ترفق له بيان درجات السنوات السابقة من الدراسة بتاعتك واثبتxa يدل على انك انت في اخر سنة في الباكالوريوس بتاعك. الباكالوريوس اللي هو الدراسة الجامعية. تمام? ولكن لو انت عايز تقدم على برنامج الدكتوراه فكل اللي عليك ان انت بتقدم له صورة من بيان درجات الماجستير بتاعك. ولكن لو كنت انت في اخر سنة في الماجستير بتاعك فانت برضو بتقدم له بيان درجات للسنوات السابقة من الماجستير بتاعك. وزبط كده ان انت في السنة الاخيرة من الماجستير بتاعك. كما سايب لك بعض المنحة الاخرى اللي تم شرح على كنات دكتور المنح بتقدر تدخل عليها وتطلع على ما يناسبك من المنح وتقدر تقدم على المنحة المناسبة ليك. هنيجي مع بعض نضغط على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة وخلي بالك ان جميع الكلام اللي احنا شرحناه هنا والمقالة اللي انت شايفها قدامك هتلاقيها موجودة اللينك بتاعها في سندوق الوصف اسفل الفيديو للناس اللي بتسأل احنا ممكن نلاقي فين المعلومات دي او على الخاص بينا طيب هنيجي مع بعض الصفحة دي هتيجي تنزل هنا معي بتلاقي كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمنحة واللي انت تقدر تطلع عليهم وتقرأهم من هنا بنفسك. هنا بتلاقي البنفس الخاصة بالمنحة اللي هي المميزات اللي هتقدم لك المنحة التوميل الخاص بيك. هنا هتلاقي الاسباب اللي تدفعك للدراسة في جامعة هنا لو جيت معي هتلاقي هنا في موجود وهنا موجود طبعا الموصل للطلبة اللي عايزة تقدم على وهنا للطلبة عايزة تقدم على الدكتوراه. هنا لو تفتح معي مسلا الدكتوراه بتلاقي هنا. لو موعد بدء التقديم على المنحة. موعد انتهى التقديم على المنحة. هنا بالنسبة لي البرامج اللي مقدمة في المنحة بالنسبة للبيتش دي. هنا بيقولك انت المفروض هتعمل ايه? عشان خاطر تقدم على المنحة دي بالنسبة للدكتوراه والاوراة اللي هكون مطلوبة منك. بعد كده هنا بتيجي في الان انت بتبدأ ترى هتبدأ دراسة امتى الدراسة بتاعتك تاخد كم سنة? وهكذا. طيب انا ايه اللي يهمني في الجزء ده? انت ممكن ترى كل البيانات دي من هنا ولكن انا اللي يهمني ان انا اشرح لك اللي هو الجزء الخاص به طبعا حضرتك اول حاجة تبدأ تملأ خاص بالمنحة سواء للمصر او الدكتوراه ايه ان كان انت عايز تقدم على ايه? بتبدأ تملأ بتاعك. طيب بعد ما بتملأ بتاعك هم بيبدأوا يراجع بتاعك وبعد كده هم بيحددو لك معاد علشان خاطر تدخل امتحان في المجال اللي انت اخترته. هم بيحددو لك معاد علشان خاطر تدخل امتحان في المجال اللي انت اخترته. كمان خلي بالك. للطلبة اللي هي مش بترفق لهم شهادة تثبات لغة انجليزية. يعني لو انت ما ارفقت له شهادة طفل او انت بتقدر تقدم عادي. ولكن هو هيعمل لك امتحان للغة الانجليزية. يبقى عموما الطلبة اللي بتقدم في المرحلة الاولى هيملو عادي. في المرحلة التانية هتدخل امتحان في المجال اللي انت اخترته. لو انت ما رفقتلوش هادة تثبات لغة انجليزية سواء طفل او هيعملو لك امتحان لغة انجليزية والكلام ده تقدر تقرأه موجود هنا قدامك. ده بالنسبة للطلب اللي عايزة تقدم على الدكتوراه او الطلب اللي عايزة تقدم على ماجستير. لو انت عايز تقدم على الدكتوراه هتيجي هنا تضغط على تبدأ تدخل خاص به. هو هو نفس الطريقة اللي انت هتشوفها معي النهاردة ولكن انا هطبقها للطلبة اللي عايزة تدرس الماجستير. هنا بالنسبة للماجستير طبعا بتلاقي هنا موجودة برضو. هنا بتقدر تشوف برضو البرامج الموجودة للماجستير موجودة معك هنا. هنا برضو بتقدر تغيره من هنا عادي جدا. نفسه شرح الشرح هناك في الدكتوراه. وهنا اللي انت المفروض تبدأ درسه امتى? درسه بتاعدك كم ساعة كم سنة وهكذا. كل ده موجود هنا قدامك. طيب دلوقتي انت عايزين نملة خاص بالمنحة ونتعرف ازاي نملة هتيجي هنا في وقال لي بقى لك ان دلوقتي بشرح للماجستير ولكن لو انت دكتوراه هتطبق نفس الكلام على الدكتوراه هتضغط على هيفتح معك الصفحة اللي انت شايفها قدامي. طبعا اول مرة تدخل على المنحة فيكون مطلوب من التسجيل. بتكتب هنا اسمك. بتيجي هنا بتكتب رقم بتليفونك. هنا بتكتب الايميل او البريد الالكتروني. وهنا بيقول لك المرحلة دراسة اللي انت عايز تدرسها في جامعة فانت هنا بتيجي تختار مصر اللي بتقدم على ماجستير او بتقدم على دكتوراه. بعد كده احنا بيقول لك دولة الجنسية بتاعتك اللي هي بتاعتك بتفتح السام وتبدأ تختار الجنسية بتاعتك. وبعد كده احنا بيقول لك اللي هو البرنامج اللي انت عايز تبدأ تقدم وتدرسه بتبدأ تفتح السام وتختار البرنامج اللي انت عايز تدرسه من هنا. طبعا كل البرنامج من دولا هيكون جواء العديد من التخصصات الاخرى زي ما انا ذكرت لك قبل كده. بعد كده بتعمل شكل المربع ده تضغط على صين اب بيدخلك على بتاعنا زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. بيفتح معك بتاعك بالشكل ده. هنا بيكون في ثلاث خانات مطلوبين ان انت تملاهم وخلي بالك هو تضغط على زر صمت بالغلط لغاية ما تخلص بتاعك. هنا طبعا زي ما قلت لك بتكتب اسمك انت هنا بتكتب رقم التليفون البريد الالكتروني بيخص بيك طبعا انت كتبته هنا المرحلة الدراسية اللي انت مختارة الماجستير. هنا بتختار الدولة بتاعتك. وبعد كده هنا طبعا انت اخترت برنامج ده. لما كنت بتسجل على المنحة. بعد كده زي ما قلت لك ان كل برنامج من البرامج اللي موجودة بكون فيها تخاصات مختلف. يعني مسلا برنامج هنا موجود فيه تخاصات مختلفة اخرى بمجرد طوضت على سyang بتلاقي التخاصات التانية. طبعا كل مجال انت بتختاره بيكون جوا تخصات تانية مختلفة. هنا بترفق الصورة بتاعتك وهنا اسمك الرابع اللي هو اسم العائلة او الكنية. بعد كده هنا بتاعك سوى زكرة وانسة. بعد كده هنا تاريخ ملادك بيكون طالب منك سنة شهر يوم. بعد كده هنا بيقول لك انت عايش في اي دولة حاليا. بعد كده هنا بيقول لك عايش في اي مدينة حاليا. وبيقول لك هنا انت ازاي سمعت عن جامعة بعد كده بتضغط على بدخلك على الجزء بعد كده هو طبعا انت هنا بدخله معلومات عن التعليم السابق بتاعك اللي هو هنا اسم الجامعة. بعد كده هنا بيقول لك انت هي نوع الدرجة العلمية اللي انت حصلت عليها او متوقع ان انت تحصل عليها. مسلا احنا بنقدم على مصدر هنا فاحنا هنا هنختار بعد كده هنا بيقول لك طبعا انت هنا بتكتب له ايه هو المجال اللي انت كنت بتدرسه وبتدرسه حاليا. بعد كده هنا بيقول لك ايه تاريخ التخرج بتاعك او تاريخ المتوقع ان انت تتخرج فيه. بعد كده هنا بيقول لك ايه هو المعدل التراكمي بتاعك. تبدأ تكتب له هنا انت جايب كام او تقف كام. يعني مسلا لو معدلك من اربعة بتكتب له تلاتة ونص من اربعة. تكتب له تلاتة من اربعة على حسب. بعد كده هنا بيجي بيقول لك وهنا بيقول لك طيب هنا بيقول لك دي اللي هي شهادة التخرج بتاعك. لو انت حضرتك يتخرجت فانت بترفق له شهادة التخرج بتاعك وهنا بتيجي بترفق له بين الدرجات. طيب لو انت ما تخربتش بتيجي هنا بتسيب الجزء الخاص بالدبلوما فاضي هو هنا بيقول لك يعني هو متفاهم ان انت ممكن تكون بتقدم على المنحة دي وانت لسه ما خلصتش دراسة البكالوريوس بتاعك قال له بتقدم مع دكتراه يوم ما مخلصتش الماجستير بتيجي هنا بتعمل ايه بترفق له بيانة درجات بتاعك وبترفق معها اثبات كده ان انت في اخر سنة بعد كده تضغط على سيبها النقص بتدخل على الجزء الخاص بي بتيجي هنا بترفق له السيرة الزيتية بتاعتك بترفق له الخطاب التحفيزي الخاص بيك بتقول له هنا انت ايه مستوىك في اللغة الانجليزية وما تنساش ان المنحة دي هتدرس فيها باللغة الانجليزية بعد كده هنا بتدخله بيانات عن شخص هيكتب له خطاب التوصية هنا بتدخله بيانات الشخص الاول بتقول هنا بتاع ايه بيشتغل ايه هنا اسمه اسمه الرابع والايميل الخاص بيه بتضغط على سند علشان خاطر تروح الرسالة للشخص ده اللي هيكتب له خطاب توصية وهنا بتكتب بيانات للشخص التاني اللي هكتب له خطاب توصية بعد كده هنا بيقولك لو انت معاك شهادة فادي خلي بالك وين قوسين هنا بيقولك إيه فاني ان وجد انت هنا بتقوله سكور بتقولهم انت امتحنت الetaanة امتى كارلا وكان معاك البتقوله ان انت معاك شهادة Eyles وانت امتحنت الامتحان ده امتى? لو ما عندكش انت بتسيب الاكزادي فاضية ولما تيجي في المرحلة التانية هتمتحن امتحان في المجال اللي انت اخترته وهتمتحن امتحان لغة انجليزية. تمام? بعد كده هنا بيقول لك انت عاستعمل البحث بتاعك في اي مجال. بعد كده بتيجي هنا في الجزء الخاص بي طيب هو قصيد ايه بالجزء ده? انت لو عايز استفهم هو قصيد ايه بالجزء ده? او انت تعرف تجيب الجزء ده من فين? بتضغط على علامة الاستفاهم اللي انت شايفها جانب هنا بيقول لك انت تقدر تلاقيه عن طريق العنوان الالكتروني اللي هو موجود هنا ده. انت مجرد ان تدخل على العنوان ده بدخلك على الكليات انت بتشوف الكليات بتاعتك اللي انت اخترتها وبتبدأ تختار تبقى للمجال العلمي او البحث اللي انت عايز تشتغل عليه. خلي بالك هو هنا بيقول لك ايه? بيقول لك ان ده اختياري للطلبة اللي بتقدم على برنامج الماجستير. يعني لو انت بتقدم على ماجستير فهمش مطلوب منك بشكل اكباري. بس هنا بيقول لك ان هي مطلوبة بشكل اكباري للطلبة يتقدم على برنامج دكتوراه. بعد كده هنا لو انت عندك ايه شهادة من دول سوء طفل او ايه بتبدأ ترفقها لو ما عندكش خلاص بسيبها فاضية. بعد كده انا بيقول لك انت اي حاجات حصلت عليها. يعني انجازات شهادات تدريب تطوع انت بتقدر ترفقها له هنا. بعد كده لو انت عندك اي اخرى انت عايز تضيفها عن نفسك حاجات انت عملتها بتقدر تضيفها هنا. بعد كده بتضغط على سيفه بعد ما اكد ان بياناتك كلها صحيحة. ومليت كل البيانات الموجودة في الخنات دي بتضغط على صمت. بعد كده بتبدأ تتابع على الايميل بتاعك لان هما بيتواصلوا معك. بيحددوا معك انت المفروض تعمل ايه? وكمان انت المفروض تدخل امتحان امتى? المنحة دي انا بشرحها لك عن تجربة شخصية لان انا مقدم على المنحة دي في مجال الدكتوراه. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط. ده كل حاجة عن منحة جامعة لو انت لسه عندك اي استفسار او اي سؤال. ممكن تسيبونا في كومنتاته احنا هنرد عليه وراتي وانات الفيديو ما تنساش تدعم نوبلايك. اشتركوا واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع معناكم للمنح. واشوكرا.